السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا ولذلك يعني أرجو من جميع المتابعين أن يشاركوا هذه الحلقة على جميع المنصات لأن هكلمك كلام أول مرة هتسمعوا طبعا كلنا شفنا الأحداث الماضية أكبر حدث يخص دول الشمال الأفريقي بين قصين المغرب العربي الكبير إنجاز التعبير الخطر الكبير اللي بدأ يتشكل على دول المغرب العربي ألا وهو دخول الأفارقة بأعداد كبيرة وعملين مشاكل كتيرة ويعني أنا شفت في الحقيقة والله يعني مشاهد يتعاملوا كأن ديت البلد دي بتاعتهم بصورة غريبة جدا وأعتقد إن الأمر ده وراه شيء خطير وشيء كبير هيظهر الفترة القادمة تجسد هذا الخطر وظهر في تونس بقوة ويسمعين أن المغرب والجزائر فيه برضو حاجات يعني قريبة من هذا القبيل فإيه اللي ممكن يحصل وهل له علاقة بموضوع الرايات الصفر آخر الزمان وهل له علاقة بذكر البربر الذي ذكر فيه الأحاديث فيه أحاديث آخر الزمان كتاب نعيم بن حمد اللي تكلم عن الرايات الصفر ودخول البربر وتكلم عن أحداث تفرد بها كتاب الفتن لنعيم بن حمد والعلماء على فكرة يعني بالنسبة لنعيم بن حمد يتكلمون عنه كلام كبير جدا أنه رجل ثقة وأنه رجل صادق وأنه من أهل السنة يعني لكن بالرغم من ذلك عشان دي أمانة علمية بيتكلموا أنه هو تفرد بكثير من الأحاديث حتى البخاري الذي أخذ منه لأن نعيم بن حمد اللي ما يعرفش شيخ البخاري البخاري أخذ منه أحاديث ولكن عندما أخذ البخاري من نعيم بن حمد أحاديث أخذ فعلا وروا عنه أحاديث ولكن لها شواهد صحيحة لرواه آخرين وده كان التعقيب المهم اللي حبيت اللي أنا أقوله لكم بخصوص آسف كتاب نعيم بن حمد تعالوا نشوف تسلسل مهم جدا هكلمكم عنه كلنا عارفين في البداية أن جيش المهدي اللي هيتكون عند ظهور الإمام المهدي هيبقى قوام كبير جدا منه من المغرب العربي الكبير الأحاديث قالت كده والأحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه مجموعة من أهل المغرب والعلماء قالوا لا ده مغرب المدينة وناس قالوا لا ده المقصود به المغرب كدولة وناس قالوا لا ده المقصود به المغرب العربي وأنا ترجيحاتي أن الكلام على المغرب العربي بن قسين دول شمال أفريقيا الكبيرة ومنها طبعا ليبيا ما ننساش هذه الدولة الدول ديت هيتمخض منها قوام كبير جدا من جيش الإمام المهدي وارجعوا للحلقة اللي عملتها من شهور عن هذا الموضوع بالنسبة لدور المغرب العربي الكبير لأن الرسول قال لهم عليه الصلاة والسلام قال لهم تفتحون جزيرة العرب حديث المشهور ده كان الكلام ده ليهم تفتحون جزيرة العرب وقال لهم تفتحون الأدجال وكلمهم عن فتوحات كثيرة هيبقى قوامها الرئيسي المغرب العربي الكبير ولأني يعني كلمتكم كثير وقلت لكم أن الأحداث متصلة اتصال عجيب وغريب جدا ترابط غريب الشام لها دور كبير جدا فيه اللي هيحصل للرايات الصفر وخروج كثير من سكان المغرب الكبير إلى الشام واحد يقول لي أنت بتتكلم دلوقتي عن الرايات الصفر إيه دخل الشام أنا قلت لك أن فيه ترابط كبير شوف الروايات بتتكلم أنا أنقل ليك من كتاب نعيم بن حمد كتاب الفتن لنعيم بن حمد وهو من علماء السنة المشاهير الأكابر لازم يحصل حدث كبير في المغرب العربي خد بالك أنا لا أقصد دولة المغرب فقط أنا أقصد المغرب العربي الكبير لازم يحصل حدث كبير جدا هذا الحدث سيخرج أعداد كبيرة إلى الشام أنا عايز أقول لك قبل ما أقول لك الحدث ده هو إيه لازم تعرف أن الآن من ضمن الفصائل المتناحرة في الشام في سوريا في أعداد كبيرة جدا من المغرب العربي الكبير يعني فيه ناس بتحارب مع الفصائل على اختلاف اتجاهاتها من الجزائر ومن المغرب ومن تونس ومن ليبيا ومن موريتانيا كمان مش أنا قلت لك قبل كده أن سوريا ملعب كبير ملعب كبير في كل الفصائل وكل الأجناس اللي أنت تتخيلها ولا تتخيلها فدي مقدمة مهمة لازم أقولها لك فيه أعداد كبيرة جدا من الناس من المغرب العربي الكبير مع الفصائل بيقاتلوا وبيعتبروا أن ده جهات في سبيل الله وناس مستنيا المهدي لأنه عارفين أن الموضوع ده كله بتاع سوريا هيتمخض منه في الآخر ظهور المهدي طبعا ومن قبله السوفياني ولكن نرجع للحدث الكبير اللي هيحرك الناس سكان المغرب العربي وهيزوت حالة الهرج والهرج السمة الغالبة اللي هي من خصائص فتنة الدهيماء لذلك لما قلت لك قبل كده أن فتنة الدهيماء هي بدأت من 2011 ما يسمى بثوارات الربيع العربي ناس ردت وقالت إيه قالت طيب ما دولة زي مثلا المغرب دولة زي الجزائر ما حصلش فيها ثورة ودي ما حصلش فيها يعني لم يتحقق فيها فتنة الدهيماء فأقول لك لا أنت لم تقرأ الأحاديث جيدا فتنة الدهيماء لا تدع بيتا ولا تدع أحدا من المسلمين إلا لطمطه تستنظف العرب الحديث بتقول كده هو فاللي حصل إن المغرب فعلا ما حصلش فيها ثورات والجزائر ما حصلش فيها ثورات لكن تونس اللي هي جزء من المغرب العربي حصل فيها ثورات وهذا كفيل جدا بتحريك المغرب العربي الكبير وإن فعلا يتحقق الحديث لا تدع أحدا إلا لطمطه بدليل أنت شايف معقل فتنة الدهيماء وإحنا عارفين أن فتنة الدهيماء أقسام ومنها الفتنة الشامية شايفين أن معقل فتنة الدهيماء في الشام بن قسين في سوريا كيف انخرط كثير من المغرب العربي الكبير في هذه الفتنة وفتنة هنا مش معناها حاجة وحشة معناها اختبارات وابتلاءات خير لأهل الإيمان وشر لله يسقط في هذه الاختبارات فالمغرب العربي انخرط واندمج بصورة كبيرة جدا مع ما يحدث في سوريا بن قسين في الشام فالأحاديث بتتحقق بصورة كبيرة طبعا دخول الأفارقة لتونس هل من الممكن أن يكون هو بداية الهرد الكبير في المغرب العربي الكبير الصراع الكبير جدا ما بين المغرب والجزائر لدرجة أن فيه كلام عايزين يحربوا بعض هل هذا له دخل بالهرد الكبير اللي هيخلي خروج أعداد كبيرة جدا من سكان المغرب العربي للشام كل الكلام ده أيها الأحباب له علاقة وثيقة بما يحدث الآن على أرض الواقع خد بالك الأحاديث بتتحقق لكن إيه المشكلة في إيه المشكلة أصلا أن المنهج ده أو الفكر بتاع أحداث آخر الزمان أو علوم آخر الزمان دي بتحارب بقوة بتحارب بشدة إذا كانت يعني أنا باعتبر أن موضوع الرئيات الصفر وفتنة الشام دي الحديث اللي هي اللي بتكلمك عن تفاصيل الموضوع لكن فيه خطوط عريضة زي ظهور المهدي إذا كان هما بينكروا موضوع ظهور المهدي فهيعرفوك التفاصيل بالفتنة الشامية والفتنة الشرقية استحالة مش هيحصل هذا الكلام وده السر اللي احنا بنقوله للناس ده سر الهاجمة الشارسة جدا على قنوات آخر الزمان وخاصة القنوات التي تتكلم بمنهجية لكن أنا شايف والله ما أصودش حاجة يعني مش بهاجم بس شايف القنوات اللي بتتكلم عن الخيالات بتاعة آخر الزمان اللي بيتكلموا عن مش عارف زوجة المهدي وجوز واتطلق ودلوقتي المهدي عيان وتعبان بلاحظ ان القنوات دي بسيبنها يعني ما فيش تضييقات عليها لكن القنوات اللي بتتكلم عن بصورة منهجية القنوات دي بتضييقات كبيرة جدا جدا احنا في النهاية هننتظر ونشوف الاحداث هتصفر عن ايه بالنسبة لموضوع دخول الافارقة وهل فعلا هي دية هتكون الهرج الاكبر اللي هيخرج اعداد كبيرة من المغرب العربي ويذهبوا للشام وتحدث الاحاديث بتاعة الرايات الصفر التي جات في كتاب الفتن لنعيم ابن حمد يعني لو عايزني اعمل لكم اجزاء اخرى للموضوع ده عندي كلام كتير جدا ومفاجآت وكلام اول مرة هتسمعه يعني في حياتك لا ادعي الاحتكار العلمي ولكن يعني كلام فعلا غريب وجديد جدا لكنز من الكنوز التي اهملناها الا وهو كتاب الفتن لنعيم ابن حمد يعني بارك الله فيكم لو عايزين اجزاء اخرى اضغط على زر الاعجاب لايك ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة للأهمية على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة